أهلا بحضراتكم من جديد ومجموعة من الأخبار المتنوعة الخاصة بيئة النادي الأهلي استعدادة لمباراة الجونة في أولى مباراة تكاس الرابطة اللي هتتلاعب إن شاء الله يوم الخميس الساعة اتنين ونص على ملعب الأهلي والسلام النهاردة كان فيه تدريب تراي ماطش جدا استعدادة للمرحلة اللي جاية لكن قبل ما خش في تفاصيل التدريب مهم جدا أتكلم على بدر بانون لعب النادي الأهلي اللي بالتأكيد الكل كان مهتم جدا بمعرفة أخباره عقب خروجه من الأمس من قيمة المنتخب المغربي واستبداله بأشرف بن الشرقي دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق قال إنه بينتظر تحديد موعد وصول بدر بانون مدافع الفريق لإجراء فحصات طبية والإتمنان على حالته بعد خروجه من معسكر المنتخب المغربي مبارح كلنا حوالي ساعة أربعة ونص خمسة كده الانفراض ده كان لموقع ميديا تسعين من المغرب وكان بالنسبة لنا خبر مفاجئ إنه هم مفردوا مبارح بخروج بدر بانون من قيمة المنتخب المغربي قبل مواجهة منتخب بغانا بساعات قليلة جدا ويمكن الخبر مبارح لما جال من الزميل الإعلامي المغربي جمال ستايفي وقال لي إن بدر بانون محتاج راحة حوالي تلت أربع أسابيع وهو تواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب المغربي دونكوه على الشاشة يمكن تفاصيل الخبر اللي انفرد به موقع ميديا تسعين المغربي بالأمس إنه هم تواصلوا مع الجهاز الطبي للمنتخب المغربي والجهاز الطبي قال إن الحالة الطبية لبدر بانون لعب النادي الأهلي لا تسمح إنه يقدر يكمل منافسات بطولة كأس الأمم على هذا الأساس تم استبداله بتقرير طبي باللاعب أشرف بن شرقي وأكد لي كمان إن في تواصل حدث ما بين الجهاز الطبي للمنتخب المغربي مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي لحين عودت بدر بانون خلال الأيام القادمة عشان يجري بعض الفحوصات الطبية للإطمئنان عليه بالفعل الخبر ده يمكن الكل بعدها بحوالي ساعة أو ساعتين اددى يتناقل نفس التفاصيل والبعض يمكن كان شايف إنه ممكن يكون فيه إصابة عضلية أو هنشوف الفترة الجاية الفحوصات هتقول إيه بالزبط لكن في جماعة الأحوال بدر بانون محتاج راحة خلال الأسبوعين ثلاثة اللي جايين ومن خلال هذه الفترة الراحة السلبية هيتعامل الفحوصات طبية عشان نشوف إمكانية إنه بقى يلحق منافسات كأس العالم للأنديه خلال الفترة اللي جاية ولا لا لأن الكلام برضو مش مؤكد لكن في النهاية احنا بننتظر بقى عودة اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات اللي جاية طبقا كمان لتصرحات دكتور أحمد أبو عبلا اللي قال إنه هو عمل اتصالات به الجانب المغربي وبينتظر عودة بدر عشان الفحوصات الطبية واطمئن على حالته قبل نزوله للمران لأن بدر مش هينزل المران إلا لما يطمئن على حالته بشكل كامل ويجراء كل الفحوصات الضقيقة للإطمئنان على حالة اللاعب في الفترة اللي جاية طيب بيتسو مسيماني النهاردة يمكن عمل محاضرة في ملعب مختار التيتش بالجزيرة عشان يطمئن على حالة اللاعبين والاستعداد للفترة اللي جاية طبعاً كمان عنده مشكلة كبيرة كان اللافعونه مسألة إصابات الكورونا اللي موجودة في صفوف الفريق النهاردة مثلاً ما كان شاحن عبدالقادر موجود بكرة إن شاء الله ممكن يعود النهاردة صلاح محصن انتظم لسه مستنين نشوف مسحة ياسر إبراهيم ورامر ربيع على الفترة اللي جاية حسيني الشاحات النهاردة كان موجود فبتالي الراجل بيشتعل على حسب القوامل اللي معاه النهاردة حتى كنت موجود في ملعب التيتش بالجزيرة وبتفرج على التمرين والتراي ماتش اللي اتعمل هو بيحاول قدر الإمكان بيشوف النواس اللي عنده في المراكز وبيتم تدعمها بلعبي قطاع الناشئين خلال الفترة اللي جاية وده الخبر اللي أنا بتكلم عليه اللي جاية النهاردة كان فيه تراي ماتش وفقرة بدنية شقة ومسيماني كمان كان على هامش المرنبي يطمئن على المصابين التراي ماتش ده النهاردة كان بطول الملعب بطول ملعب التيتش بالجزيرة عشان يشوف مراكز اللعيبة تحرقات اللعيبة اللعيبة اللي تم تصعيدها من قطاع الناشئين مدى كمان الاستفادة بوجودها خلال المباراة أمام الجونة يوم الخميس النهاردة أنا شفت كريم فؤاد موجود شفت وليد سليمان حسام حسن صلاح محسن كلهم موجودة في تشكيلة أساسية كريم فؤاد بالتأكيد هيكون لعب جوكر لكن انت في نفس الوقت عندك غيابات في خط الدفاع غير طبيعية انت بتتكلم عن غياب بدري بنون أيمن أشرف ياسر إبراهيم رامي ربيعة كمان فبالتالي انت هتحاول بقى تسد الصغرات دي أو النواقص دي بعدد من لعب قطاع الناشئين نهاردة كان فيه مران بدني تحت إشراف كابيلو مخطط الأحمال وميشيل ينقل مدرب الحراس النهاردة عمل تدريب مع السلاسي علي لطفي ومصطفى شبير وحمز عليك كانت تدريبات متنوعة بالنسبة له حراسة المرمى كمان النهاردة كانت فيه مسحة طبية بصوا جماعة الفترة دي كل يوم فيه مسحة طبية لكل اللاعبين أولا بتعمل بي سي آر أو قصدي بتعمل في البداية رابي التست لو فيه شكوك فيه إصابة أو لأ بتعزل اللاعب وبتعمله مسحة طبية قبل ما ينزل التمرين وبالتالي بيستبعد لو رابي التست فيه حاجة فيها شك لكن لو رابي التست مفوش حاجة يعمل مسحة وينزل التمرين لكن لو رابي التست فيه شكوك بتعمل مسحة وبتغادر التمرين لغاية لما تطلع النتيجة دي إجراءات احترازية النادي القالب يعملها بشكل يومي عشان يطمئن على حالة كل اللاعبين خاصة نمقبل على خمس مباريات في كأس الربطة خلال الفترة اللي جاية فبالتالي محتاج كل العنصر موجود في الفريف ظل نواقص كبيرة جداً تسع لعيبة مش موجودين من التشكيلة الأساسية بسبب منافسات كأس الأمم وأيضاً كمان عشان نطمئن على بدر بنون خلال الفترة اللي جاية بكرة يكون تدريب أساسي دخول في معسكر مغلق والمباراة يوم الخميس الساعة 2.30 بتوقيت القاهرة إن شاء الله أمام الجون على ملعب الأهلي والسلام أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض ونشوف تريند الأهلي وأبرز العنوين والمنشتات الموجودة من خلال صفحات السوشيال ميديا